موسيقى موسيقى قصة انه في اول موسم تقدر انت كمشجع او كمتابع لفريق النادي الاهلي انك تشوف وتتأكد انه الموديل الفني اللي جيدها صاحب بصمة واضحة وظهرة وحقيقية وبتشوفها بتتطبع على ارض الواقع على مدار الموسم مفيش كيرف مرة فوق ومرة تحت مفيش لعيبة بتعاني بالعكس معظم اللعيبة دخلت في دائرة فكر مارسل كولر بسرعة وهو ادل ان هو يعيد اكتشاف امكانياتهم وتوظفها بشكل كبير ده اثر بشكل واضح جدا على الحالة الجماعية ومستوى الاداء الشخصية اللي احنا كنا منتكلم عليها في اوقات كتير جدا مع مديرين فنين اخرين لهم طبعا كل الاحترام والتقدير لكن كنا دايما حاسين ان في حاجة نقصة كنا دايما حاسين ان في دايما حاجة غيبة قدر مارسل كولر يعمل ده في اول موسم فتقدر تراهن عزيزي الاهلاوي على ان استمرارية مشوار مارسل كولر مع النادي الاهلي بداية من الموسم القادم وانا دايما بعتبر ان الموسم التاني لأي مدير فني هو موسم الفرصة الكاملة الموسم الاول بيبقى فيه حاجات كتيرة جدا مفروضة عليه منها سكواد ممكن يكون مقتنع او مش مقتنع ببعض عناصره مفروض عليه انه يفهم طبيعة المنافسة سواء على المستوى المحلي او على المستوى الافريقي مفروض يفهم حجم شعبية جماعية النادي الاهلي فيه مديرين فنيين كتير بيحتاجوا وقت طويل عشان يقدروا يستوعبوا ده ويملكوا ادواتهم بالشكل اللي يخلي التجربة مكتملة فاذا كان مستوى نجاح مارسل كولر في الموسم ده بالشكل ده ونتمنى ان شاء الله ان مسيرة النجاح والانتصارات تستمر قول زي ما انت عايز تقول القاب بطولات مواجهات من العالي التقيل نتائج وارقام تطوير الاهلي دفاعيا وهجوميا شخصية الاهلي اللي احنا كنا مستنينها وكاد غيبة حتى واحنا بنحقق القاب كتير جدا شفناها بترجع مع مارسل كولر حلقة النهاردة حبا في مارسل مارتن كولر السويسري الحقيقة اللي دخل وسكن قلوب الاهلوية بسرعة البرق مشواره تاريخه وجوده في مصر لانه مارسل كولر مش اول مرة يتواجد في مصر مع توليه الادارة الفامنية لنادي الاهلي لكن وزارها قبل كده يمكن كلاعب مع منتخب سويسرا من فترة طويلة جدا عارفين طبعا ان السوشال ميديا النهاردة لها تأثير كبير وانا شفت وتبعت حالة اعجاب من الغالبية العظمى والغالبية الكسحة بمارسل كولر اللي ممكن يكون مظلوم اعلامية لكن جماهير النادي الاهلي والسوشال ميديا عنصفته بشكل كبير جدا حالة ضجة حصلت في الايام الاخيرة الحقيقة بسبب واحد من الديجيتال كونتنت كرياتر او صانعي المحتوى الالكتروني الخاص مارسل كولر بحالة مرتبطة بسيرة ذاتية بداية من مشواره مع كورت القدم وصولا لتولي مسؤولية الادارة الفنية للنادي الاهلي مين هو مارسل كولر ده السؤال اللي هتجاوب عليه في حلقة النهاردة من السادسة قبل ما نبتدي الموضوع وندخل في التفاصيل تعالوا نشوف نروح لمجموعة من اهم اخبار النهار زي ما قلتلكم طبعا الاستعداد كل الاستعداد والتحضير حتى ولو كان على الورق حتى لو الفرقة النهاردة غايبة من النهاردة ميستر كولر بيفكر فيه سيناريوم واجهة الزمالك مباراة يوم الخميس القادم ان شاء الله ويمكن على مستوى هو طلب يمكن تقليل طبي طبعا خاص باللعيبة اللي غابت على القليل فترة اللي فاتت وأبرزهم طبعا متولي السلية أكرم وكريم يعني احنا عارفين انه ما اعتقدش انه فيه جهاز فني ممكن يغامر بلعابته في المرحلة دي وخصوصا انه الموسم بينتهي وتقريبا انت قريب من حسم كل الالقاف فاعتقد انه في جميع الاحوال هيكون مبارا لحسابات الموسم كله لكن اللي ممكن يظهر في الصورة هو السلية ومتولي لكن اعتقد حسب المعلومات اللي عندنا انه احتمالية مشاركتهم او جهزيتهم لمباراة القمة ممكن تبقى مشوارد على فكرة هم بيستجيبوا بشكل كبير جدا وممكن على المستوى الطبي قبل مباراة القمة دكتور ابو عبلا يقول مرسل كولر ان العيبة جهزة لكن هل فنيا ممكن يغامر ميستر كولر بيهم وطبيا ايضا ما اعتقدش انه ممكن يكون فيه داعي للمجاسفة بالاضافة طبعا للسلية ومتولي طبعا حمدي فتحي اللي رحل للوكر القطري وبرونو سافيو اللي عاد لبوليفار البوليفي دول العيبة اللي هيكونوا بر حسابات كولر في مباراة الخميس القادم مع عادة ذلك كل العيبة الاهلي ان شاء الله جاهزة وزير الشباب والرياضة بيستقبل بعثة منتخبنا الأولمبي في المطار بعد عروض اكتر من رائعة الحقيقة انا يعني انا ما بحبش طبعا دي وجهات نظر والأمور نسبية اللي انت تشوفه حلو انا ممكن اشوفه وحش ولا انا اشوفه وحش ممكن يعني وجهات النظر ممكن تختلف لكن اللي مفيش خلاف عليه هي السوابت اللي قدمها المنتخب الوطني ما اعتقدش انه المنتخب الوطني الأولمبي او المنتخب الأولمبي المصري اللي كان بيرعف بطولة أمم إفريقية ولا جهازه الفني لان انا شايف حملة هجوم على مستر روجيرو ميكالي المدير الفني للمنتخب الوطني وناس بتقول انه فيه أسماء تانية لو كانت تولت المسئولية كانت هتفوز بلقب البطولة يعني السيناريو طبعا مبني على افتراضات ما اعتقدش لها أساس من الواقع كل مباراة احنا عارفين تماما لها ظروفها وليها حساباتها فيش مدير فني على أي مستوى ممكن يضمن الفوز ببطولة او يضمن الفوز بمباراة كرة القدم في كل شيء فيها وارد بشوف انه مباراة مصر والمغرب لو اتكررت عشر مرات في ظروف مختلفة او في سيناريوهات مختلفة ممكن جدا بل وارد جدا انه اغلبية المطشات دي يكسبها منتخب مصر يعني المطش ده لو بيتلعب على الارض مصر او بيتلعب في دولة محايدة كان وارد جدا انه منتخبنا يكسب وحتى لو كان بيتلعب في المغرب وبين جماهير المغرب حتى في ظل النقص العددي وفي ظل المباراة في المغرب وبين جماهير المغرب كان وارد جدا برضو انه منتخب مصر يكسب فما اعتقدش الولاد عملوا اللي عليهم وعندنا مهمة اهم بكتير جدا من تحقيق لقب امم افريقيا لو تسألني او تخير اي حد في الجمهور النهاردة الاهم انك انت تكسب لقب افريقيا ولا تجيب ميدالي اولمبية اعتقد انه اغلب الناس هتقول لا احنا نتمنى ان احنا لقب افريقيا منتخب اولمبيا حققب لكده اربع مرات لكن رصيدنا اولمبيا في كرة القدم صفر رصيد صفر فنتمنى ان احنا نسند المنتخب ده والولاد يستحقوا مننا ده الولاد اللي عملوه في البطولة في المغرب لا يجب ابدا ان احنا نختزلوا في مباراة نهائي لم يوفقوا فيها وخسروا بغلطة غصبا عنهم خارجة عن ارادتهم بعد ما قدموا مباراة بشهادة كل المحللين ده مش كلامي انا واعتقد ان الجمهور الحقيقة قال شابو حتى رغم النقص العددي تقريبا كان مدة مية دقيقة او اكتر اللعيبة قدمت مباراة كبيرة جدا قدام منتخب في منتها القوة معظم عناصره ان لم يكن كلها محترفة في الخارج بل ان هم كانوا ند في اوقات كتيرة جدا وكان ليهم افضل في اوقات كتير جدا على مدار المباراة فاتمنى ان التوجه العام يبقى دعم منتخبنا قبل ما نوصل لأولمبياد باريس طيب استاد القاهرة اللي هيستضيف قمة الخميس القادر استاد القاهرة طبعا وحسب تصريحات وليد عبدالوهاب الرئيس استاد القاهرة قال ان استاد القاهرة هيكون جاهز وهيكون في افضل صورة ممكنة مع استقباله اللقاء القمة اللي هيجمع بين قطبي الكرة المصرية الاهلي والزمالك وقال ان الاستعدادات في الوقت الحالي بيتم تجهيز لها ارضة الاستاد في احسن احوالها طبعا اخر مباراة اتلعبت على استاد القاهرة كانت مباراة الزمالك والمقاولين في كاس مصر والحقيقة يمكن مجهودات كبيرة جدا بيقوم بيها المسؤولين في الاستاد عشان جاهزية الملعب المباراة طبعا اهم واكبر واحد افضل ملعب القرى الافريقية هيستقبل لقاء القمة المصري النهاردة في اربع مواجهات نارية في بطولة الدوري كلهم تقدر تحطوهم في دائرة الهروب من دائرة الصراع على الهبوط النهاردة هتلعبوا كل المطشوات بالمناسبة في نفس التوقيت هتتلعب الساعة تمانية ونص عندنا سيراميكا كليوباترا وبيراميدز سيراميكا في موقف صعب جدا محتاج النهاردة يحقق نتيجة ايجابية اللي بالتالي ممكن لو قدر يعملها كانت سواء فوز او تعادل تحسم لقب الدوري رسميا لصالح النادي الاهلي والمباراة هتكون على السادي مقاولين العرب عندنا الدخلية في مواجهة الاسماعيلي الاتنين دخلين في دائرة الهبوط بقوة الفايز منهم يبعد بشكل كبير ويصدر كل الأوجاع والتوترات والضغوط للمنافس بتاعه هتتلعب على السادي السويس الجديد برضو في نفس التوقيت ثم عندنا مباراة طلاعي الجيش مع أسوان والاتنين طبعا برضو في نفس الدائرة انت بتكلم على كلاشات نهارده يعني نهارده فيه مطشاط ملعارة تقيل كل الفرق دي اللي بتلعب بعضها كلها مهددة بالهبوط نتيجة النهارده تحسن بشكل كبير جدا الرؤية مين هيكمل في الدوري ومين هيودع بطولة الدوري الممتاز ودي هتتلعب طبعا 8.5 على طلاعي الجيش وأسوان على أستاذ جهاز الرياضة العسكري وأخيرا غزل المحلة في مواجهة البنك الأهلي برضو تقدر تقول أنها مباراة من العيار التقيل الساعة 8.5 على أستاذ غزل المحلة بكرة نتكلم في مين قال باي باي ومين مكمل معنا الموسم اللي جاي طيب نروح للمؤتمر الصحفي اللي قادته ربطة الأندية مبارح فيما يتعلق بشكل أو تصور الربطة للدوري في نسخته الجديدة النسخة إن شاء الله اللي هتبدأ موسم 23-24 ومبارح يمكن شوفنا الحقيقة طبعا ده جزء من الحفل اللي أقيم في العاصمة الإدارية وتم العلام فيها عن كتير من التفاصيل منها التصميم خدوا بالحراراتكم عشان النهاردة السوشال ميديا مقلوبة رأسا على عقب على تصميم درع الدوري الجديد اللي تم الإعلان عنه وناس كتيرا جدا أشارت لفكرة طبعا ده درع الدوري أو صورة مقربة لتصور أو تصميم درع الدوري الجديد Egyptian Premier League في شكله الجديد أنا طبعا ما شفتش غير الدرع ده ما عرفش قبل الدرع الحالي يعني الدرع اللي هتسلم السندي البطل الدوري هل كان فيه درع تاني قبل كده ولا هو ده الدرع من ساعة لما فكرنا نعمل بطولة الدوري لكن ده الدرع في نسخته الجديدة بس إحنا متكلم على مجرد تصميم لأنه طبعا فيه غلطة هنا هي غلطة تقول عليها مطبعية Established 1984 أو بدأ أو يعني تأسس في 1984 ودي بس مجرد غلطة مطبعية غلطة في التصميم الدرع نفسه لم يتم البدء في التصميم فيه بعد وبالتأكيد هيتم مراعاة إنه الرقم يتم تعديله عشان يكون 1948 بدلا من 1984 دي صور مجمعة وده شكل الدوري اللي تم الإعلان طبعا عن رعاية شركة النيل ليه والمفترض إنه الرعاية دي هتستمر لمدة ثلاث سنوات ثلاث مواسم وهيسمى بداية من النسخة المقبلة بدوري النيل وطبعا تم الإعلان كمان عن شكل الكرة جزء مجهود يعني يشكر عليه الحقيقة القائمين على ربطة الأندية اللي بيحاولوا جاهدين حتى وإن كانت بمحاولات بسيطة لكن كنا مفتقدينها سواء فيما يتعلق بشكل تقديم البطولة في نسختها الجديدة أو حتى فيما يتعلق بالهواية البصرية اللي أعتقد إنها يعني ده مش رأيي أنا الشخصي لكن شفت إن الناس كتيرة جدا نراضي عن شكل الهواية البصرية وبالمناسبة الهواية البصرية مش هنستنى للموسم اللي جاي اللي تم الإعلان عنه إنه بداية من المطش الأهلي والزمالك هتشوفوا شكل مشابه شوية للبريمير ليك في إنجلترا شكل الجرافيكس شكل تقديم اللاعبين شكل الشاشة شكل التشكيل التغييرات اللي بتحصل أثناء المباراة الفواصل اللي بتحصل أثناء إعادة الأهداف أو أثناء توقف المباراة كل ده اتعمل وتجمع في شكل هواية بصرية حاسبكم تشوفوها للي ما شفهاش وأعتقد إنها نقل على مستوى الصورة نتمنى إنها تكمل بقى بصورة المباراة نفسها البس التلفزيوني أو النقل التلفزيوني للمباراة كلها واللي هينعاكس كمان مش بس على متعة المشاهد لكن على جودة قيام الفار بمهام عمله نشوف الهواية البصرية للدول اللي هتبدأ النمطش الأهلي والزمالك ونرجع لحضراتكم في السادسة اشتركوا في القناة هفكركم ببداية الحكاية ببداية الحكاية علامات استفهام كبيرة جداً صاحبة خبر قدوم مارسل مارتن كولر لقيادة الأهلي فنياً وصاحبها أيضاً في نفس التوقيت حالات من حالات الهجوم والرفض لفكرة ابتعاده عن التدريب لفترة من الفترات ولكن بعد أن تم الرد عملياً وأعتقد أنه كولر قد من النهاردة لكل عشاء النادي الأهلي أوراق اعتماده بشكل عملي جي الوقت أن نتكلم على مشوار مارسل كولر مارسل كولر كلاعب وكمدير فني في خطوات نجحة كونت شخصيته كونت فكره والحقيقة أنه ما لم يفعله الإعلام التقليدي فعلته السوشيل ميديا بشرفنا النهاردة شادي حبشي أو صنع محتوى رقمي أو صنع محتوى على ملصات التواقص الاجتماعي قام بعمل حقيقة بحث رائع عن مشوار مارسل كولر بداياته تكوينه مشواره خبراته نشأته بطولاته اللي حققها سواء كان كلاعب أو كمدير فني وصولاً طبعاً لمرحلته اللي أعتقد أنها مرحلة هو شخصياً بيعتز جداً بيها مع النادي الأهلي ونتمنى والمصطلح اللي احنا كنا دائماً نسمعه أن يكون السيزن ده هو بداية مشروع مارسل كولر مع النادي الأهلي في المواسم القادمة شادي حبشي هو وظيفي في السادسة بداية أن أرحب به مساء الخير يا شادي وأهلاً وسهلاً خير خير إزاي أكيد الأخبار أنا مبسوط جداً مع حضرتك تنور الدنيا أهلاً وسهلا بيك وخليني الأول أقدم شادي كمان للناس أنت تشتغل يعني ملي في الكورة أم لا بتشتغل في كل المجالات لا أهلاً عندنا فاميلي بيزنس العيلة يعني مع من زمان من ثلاث سنين ونص كده هاوي للكورة بحب الكورة بحب تاريخ الكورة فكرت أن أنا أعمل حاجة للشغف بتاعي قلت أعمل قناة يوتيوب أوثق فيها تاريخ الكورة بشكل كويس كنت مادئة في الأول أكتر بشتغل على حاجات أديمة أوي على حاجات تعالمية بدأ الموضوع يتطور معايا تطور معايا وبدأ تشوف تعليقات الناس جابايا أوي في البداية كان الناس عملا تقول لي يا ابني تاريخ الكورة بحاجة بيبص عليه خليك في الصفاقات في الترندات خش خبط أنت قررت تاخد تراك مختلف تراك عن يعني على أغلب المنصات سوشيال ميديا اللي ليه علاقة بالكورة أنا بحب الكورة وقريف بقرأ كتير أو في الكورة من زمان يعني كان البداية بالنسبة لي حاجة كان دائما تطلع أشياء كده أقول لك أو كلام ده باولو روسي طلعوه من السجن رح لقاب كاس عام 82 طبعا ده أي كلام أساسي مش قصة حقيقية تقرأت انفستيجيت بحاجة في القصة بذبت بخش بقى بذبت في التسعيين في التسعيين باولو روسي كان 82 تهيئ كان هدف كاس عام 82 بس هو ما كانش في السجن ولا حاجة هو كان مقوف في قضية مناشطات واخد سجن مع يقاف التنفيذ بس هو ما كانش في السجن بس هي إشاعة وفضلت عايشها سنين طبعا دلوقتي الناس تقول لك باولو روسي تلع من السجن يخد هدف كاس العالم في خبر تاني اسمعين لو تفتكر يعني طبعا عارف أنك ما شفتش كاس العالم يمكن تسعين إداليا في مصر كان فيه لعيب اسمه سكلاتشي توتو سكلاتشي كان يقوله برضو أنه كان بعيد تماما عن كرة القدم وكان عجلاتي ومرة واحد استدعون هو توتو سكلاتشي كان منحرف شوية في سلوكه بس يعني الكصة دي محتاجة أتأكد منها محتاجة أتأكد منها بس يعني ترجع لنا فيها بالخبر اليقين ليه اختارت مارس الكولور يا شادي هو أرجع سنة يعني سيئة لنا جدا خسرت الدوري وكاس دوري سنتين واربعد بتخسره هذا مش حلو بعد ما خسرنا الدوري وكاس كده جات لي فترة كنت متضايق يعني قفلت بقى السوشيال ميديا كلها كنت بقى عمل فيديوهات وكل حاجة بس يعني يافل فيسبوك بقى والحاجات دي الأسماع بقى اللي عملت اتطرح كيروش فيلر ده هيرجعه مسيماني فترة كده صعبة مش لذيذة يعني فطبعا اسمه كولر كولر لما اتطرح أنا فاكر كولر أصلا وأنا طفل صغير كده في يورو 96 كان فيه لعيب اسمه أنا فاكره انت فاكره يعني فاكره فاكره كلاعيد بس يعني المنتخب سوسرا مش مصنف أصلا وكان عندهم النجم بتاعهم ما كانش كولر أصلا بس فاكر الاسم يعني فإصحابي اللي بيتابعوا الدوري الألماني واحد قال لي بص الرجل ده مدارب كويس بس شخصيته ضعيفة مش هينجح معانا اول جيل ده ومحتاج حد يشد عليه حد مصري قال لك كده اه انا عمتا ما بخدش قوي بالكلام ده يعني خلينا نشوفها يعمل فالبداية لما بتكون يعني الموسم الفات كان وحش أول ماتش اللي هو ضد الزمالك في السوبر ففي رح تقوي يعني يعني احنا محبطين فلأ عملنا داء كويس وبدأ بقيت هتحس الرجل فيه انضباط في الملعب كده وفي روح مختلفة واللقعة كويسة الموضوع مش كويس شوية بعدين حصل بقى دروب في النص بعد كاس العالم بعد كاس عامل اندية هزيمة سانداونز دي بسمع حكات غريبة بقى ده ما عندوش فكرة قلنا لكم عايزين حد عندو خبرات أفريقية كأن مسلا موضوع خبرات أفريقية ده يعني 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 ما الاهلي مجاب مدربين أجانب من يعني مثلا ديت ريتش فايدس ولا الناس دي ما هو أوروبيين يعني ديتش ألان هاريس ألان هاريس هولمن كل الناس دي يعني ديوزي منوش دي طبعا يعني كده كده منوش دي مارتين يول مارتين يول بس يعني أنا قصدي حتى أنا أقدم من كده شوية بس الموضوع مشي لحد بقى الكرة أطهر الطهر يعني كنت أقب قلت يا رب الكرة دي لو ضعت أنا نفسي أعمل حاجة عن الراجل دي أدور وراه أنا مش عارف عنه كتير عارف حاجات بسيطة مشي الموضوع وبعدين لقيت نفسي بفتح بخش على الانترنت أنا يعني طبعا أنت ابتدت في الشغل ده مش بعد توجي الأهلي بأفريقي أنا قبل ماتش الهلال السوداني بدأ تنكش أخش أنا باخد وقت شوية لأن طبعا البحث كله بعمله البحث طبعا الموضوع باخد وقت يعني فمش عارف ألاقي حاجة يعني مفيش حاجة ممسوكة يعني كلها عنوين كده اللي هو مثلا كان مدير فني هنا كان مدير فني طب يا جماعة أنا عايز أكون عنه وجهة نظر يعني فلحد يعني يعني عطي دور كتير تلك كتابين عن مارسل كولر بالألماني بالألماني فدخلت ألابت الانترنت على أي بلاتفورم ببيع أونلاين ولا نسخة أونلاين أنت بتكلم ألماني خالص مين اللي ساعدك في الترجمة ترجمة ذاتية ترجمة ذاتية يعني كنت بستخدم أستخدم جوجل ترانسليت وبتاع أفك شفرة وأخذ الكلمات أخش أسرش بيها أعرف فلما بدأت يعني أقول لك بس أنا جبت كتابين إذن الأول كتابت على الفيسبوك يا جماعة حد جاي من الألمانيا لقيت نسختين مستعملين عند واحد عايش في شتوتجرد واحد عايش في دواح شتوتجرد الوقت يعدي والأهلي خلاص إحنا داخلين على فاين الأفريقي اتأكدت من مصادر المعلومات اللي في الكتب دي هقولك أنا في الأول يعني جبت كتاب الكتب دول دخلت عملت سيرش عليهم يعني مش واضح قوي بس واضح إن الكتب دي معتمدة مش حاجة يعني مضروبة أنا برضو بعرف شوية من الكتاب كده فالمهم لقيت مفيش عارف لاقي حد في ألمانيا خلص مهم يعني وصلت الواحد صاحب يعيش في ألمانيا بالمناسبة هو زمالكاوي عايش في شتوتجرد يا سيف أنا محتاجي الكتاب دي يجيلي في خلال ثلاثة أيام مهم ما قاعد يخش كده قال لنا اشتريتهم وجوز أختي جاي دلوقتي اركب التورا كمان ساعة إيش أنا على مصر يعني يعني تقريبا هو رمل الكتب في الطيارة تقريبا يعني فالمهم طبعا أنا جات للكتب قبل من لعب ماشر أصلا الزهب بتاع الودانت بكم يوم كده طبعا جات للكتب اكتشفت المصيبة كتب كبيرة طبعا أنا في الألمانية أنا ما عارفش ألمانية متسر ما أنا هقول أنا بدأت شوية في الكتاب منهم بعدين حسيت أن أنا قلت لا طبعا أنا محتاجي حد بس يقول أي حاجة صديقي المهندس محمد فوزي يعرف حد قريب دكتور خالد الجوادي فابعت له فأنا أنا أصلا فجعت برد الفعل أنه بعت لي فورورد ميسج أن مستر كولر هو المجاوب بالنياب عنه يعني أنت حاولت التواصل مع دكتور خالد فلاقيت الرد جايلك من فورورد ميسج اوكي عمل لك فورورد لمسج بعيفها مستر مارسل كولر يقول فيها ايه الكتاب ده هو هو اسمه فن صانعي الانتصار فن صانعي الانتصار مستر كولر مشارك في كتاب الكتاب ده مع صحفي نمساوي تمام وهو يعني فيه زي مارسل كولر بيحكي وبقى نستالجيا مع الكاتب بيعمل شوية ريسرش بس على خفيف تمام الكتاب التاني ده اسمه مارسل كولر فريقه نجاحه طريقه تمام كلاعب الكتابين بيكلموا عليه كلاعب وكمدير فني الده بيتكلم لمستر كولر الكابو ده من اول متولد من اول متولد من اول متولد حرفيا اه مشكور الده مركز اكتر من اندصح في نمساوي على فاترتهم مع منتخب النمسا نمسا عمل انجاز رهيب يعني فمستر كولر انتفجأت بالرد قال لي الكتاب ده انا لكبه مع الكتاب الصورة دي ليه هو مدير فني لمنتخب النمسا اه الصورة دي تي شيرت مكتوب عليها فرانسا نحن قدمون انه كان سعد وخلاص يورو 2016 منتخب النمسا في الوقت ده كان وصل لتصنيف رقم 10 على مستوى العالم هو استنمهم 77 وصل 10 10 تمام فقال لي ان الكتاب اللي انا لا تمام الكتاب ده طبعا انا بقول اللي هو الهولي ان في صحف نمساوي زي كان عايز يطلع منه بمصلحة فمستر كولر مكانش موافق على كل اللي مكتوب فيه بس الحقيقة فوجيت ان الكتاب اصلا فيه كمية مرعبة اي تعال نقرب للناس الزوايا الخاصة بتركيبة كولر بشواره نبتدي معه الاول كلاعب او طبعا انا يمكن شفت شوية معلومات كده من طبعا يعني انه جي مصر هنا قبل كده 89 لاعب استاد القاهرة اللي راح خلع فيه تسبونه لعب التسعين ديئة لاعب التسعين ديئة مع المنتخب واعتقد كمان انه اثناء فترته في سويسرا اتكونت فكرة فكرة المدرب اللي بيمسك فريق مطالب دايما باحراز البطولات مش قصة كرة بس لازم الشخصية يبقى عندها نهم او الرغبة دايما في انه تحقق بطولة في مدربين مش هقول اسماء بس مدير فانيين لما ييجي بس اقولك ايه انا جبت دور يا ابطال افريقيا وايه يعني انه دوري ضاع فاهم عصدي فاعتقد انه تعوده على تحييل الالقاب وهو لعب كرة برضو ساهم بشكل كبير في انه تركبته او شخصيته او فكره كمدير فني يبقى عنده دايما الرغبة في انه حقق الاطفال بص انا هقولك حاجة انا لما جيت دخلت في شخصية كله انا عشت معها تقريبا شهر يوميا يعني هو التنشئة بتاعته في بيت اصلا ملتزم متواضع شوية بس هو مهارته الاجتماعية كويسة هو كان مولود في منطقة اسكان تعاوني فيها 40% مهاجرين بيتعامل بقى مع جنسيات مختلفة او كده دخل من صغرف نادي جراس هوبرز ده اكبر نادي في سويسرا اي فهو من سن 17 لسن 22 دربوا اربع مدربين المان المان بقى نمسا يبقى المانيا اه يعني نمسا والسويسرا والالمانيا تحسهم قريبين شوية اي فاتعلم تحس السيستم الالماني قوي اول مدرب اثر فيه كان 82 83 ده مدرب اسمه هينيس فيسفيلر المدرب ده هو اثر بيه جدا من ضربه سنة واحدة والراجل اخر السنة دي توفى خلاص ده كان اول مدرب يبتدي يلعبه بشكل بقى هجومي ويديله مهم هجومية جي بعد كده مدرب نمساوي اسمه كورتيارا ده نجبج بيه او في النمسا بس هرجع له بعد كده فيه بقى اللي هو مدرب كويس الماني اوتمر هتسفيلد طبعا ده واحد ايقونا من ايقونات التبديل في العالم كله مش بس في المانيا يعني تتلمس تحت ايد اوتمر هتسفيلد والمحطة اللي بعدها اليوبن هكر نحن نحن نتكلم مدرب ولندي كبير خليني اخذ بس من جزئة مشارعة نهاية فترته انا عرف انه من اللعبة المعمرة ده هو لعب طلع موسم سبعة وسبعين تمانية وسبعين بطل كورة ستة وتسين سبعة وتسعين اه وفي النص عرفت انه قعد فترة اصابة طويلة هو جات له اصابة في واحد وتسعين كسر مضاعف في القصبة وكسر في الشازية عقل 18 شهر ملعبش كورة دي كان بداية نركز في التدريب اصلا كان لس عنده واحد تلاتين سنة طيب تعالي نوري نس نهاية فترة مارسل كولور كلاعب ونرجع نكمل الكلام بدأ يشتغل مساعد مع لابن هكر وينزل يدرب كمان في النشئين الفترة دي فديته جميل اوي في تكوين شخصيته موسم 93-94 هيجي له مدرب جديد اسمه كريستان جروس اللي جي ضرب الزمالك هنا قبل كده وبدأ يرجع تاني يلعب كورة وكسبه مع بعض اول سنة لكاس وفي 94-95 كسبه الدوري كريستان جروس كان بيحب مارسل كولور جدا وكان بيديله وضعه في الفرقة لانه كان كابتن الفرقة ووصل مع بعض لحد موسم 95-96 وده مهم جدا لمارسل كولور كان وصل ساعتها لسن 36 سنة حقق بطولات كتير اوه مع النادي وكان نفسه يختم حياته هناك ختم لائق جدا لما سرته في نهاية الموسم مارسل كولور بيفوز بالدوري السابع ليه مع نادي جراس هوبرز بيتكرم في نهاية الموسم في اخر ماتش وبياخد الدرع للعهضان مع كريستان جروس مدربه اللي قباش هيلع حياته مع منتخب سويسرا نهاية لائقة جدا اللي بدأ مسيرته مع المنتخب سنة 82 وبمراسبة لعب ماتش هنا في مصر سنة 89 مع المنتخب وليعب الماتش كامل بيديها الكولور يحرق في كل حتة نمرة الخمسة ده خط المص وبينقلع على طول دي لأطار طبعا من مارسل كولور اللاعب في ملعب السادة القاهرة اللي هيكون موجود فيه في مباراة تهم طبعا كل جماعتنا دي الأهلي والخميس اللي جاي ولكن كمدير فني بعد موسم أول طبعا ناجح جدا على كل المستويات الحقيقة أداء ونتائج وأرقام وبطولات موسم أول ناجح لمارسل كولور ابتدنا نتكلم على مشواره في اكتساب الخبرات يعني اتكلمت طبعا على مديرين فنيين اللي اشتغلوا معهم لكن لو حبيت ألخص كده كيف تكونت أهم خطوات كولور في عالم كورة القدم وكيف اكتسط خبراته من كل الأسماء اللي هو احتكي بها يا شادي لا هو أنا فجأتي بكمية المدربين كويسين اللي هو اتمرأت تحت قديم في مدرب بورتوغي كلاعب طبعا في أرثر جوش ده مدرب كبير قوي كسب مع بورتو وشامبيوز ديج 87 روي هوتسون ده مدرب انجليزي ضربة المنتخب طبعا وليش تلك بتاع ألمانيا ده غير طبعا أطمار هتسفل ده بالنسبة لي أصلا ده حاج بيلاقوي هو بيقول في الكتاب بتاعه انه هو اتأثر قوي بلايو بن هاكر لأنه هو الفترة دي أصلا كان متعور فكان بيساعده ونزل ضرب في الناشئين على فكرة ونزل ضرب في الناشئين على فكرة كان عنده حتى 5 سنة كان يشتغل يشتغل أو يدخل بقى فريق C وفريق B فريق C وفريق B وكان بينزل ضرب ناشئين كمان وكان بيقول انه هو بيحاول يزرع دائما في الناشئ انه بقى متواضع هو هو هادي ومتواضع ده هو ده طبعه يعني ناس كما بتستغرب في الأول هو تغيراته متأخرة ليه هو ما بتعصفش ليه على اللعيبة هو كده يعني هو مولود بلك متعودين على تركيبة معانية برضو في الأجنبي يعني وأشهر نموذج عليها مثلا منويل جوزيه تحب ان جوزيه كان يقف على الخط بيزع 90 دقيقة الكل لكن هو على طول هادي هو هادي ده طبعه ده طبعه هو هادي جدا اللي انا اكتشفته كل زميله بيقولوا عليه كده وبعين ما كان محبوب من زميله جدا يعني مثلا فيه ناس كتير ما تعرفش ان جوفاني ألبرنجم بان ميونيخ في الأقراط السينات كان زيليه طبعا اليوم صور مع بعض كتير يعني كان لقته كويس فهو لا هو تأسس تأسيس صح كناشئ وكلعب وطبعا من كمية الأفكار من كمية المدربين دي أكيد يعني طيب قبل ما روح لبطولاته وقرب شوية من شخصية البطل مارسل كولر لأنه دي حاجة ما بتجيش في يوم وليلة دي حاجة بتيجي نتيجة تراكم خبرات كتيرة جدا فكرة انك انت تفوز بلقب وراء لقب كلاعب ثم بعد كاك كمدير فاني تعالوا نشوف جزء خاص بمشوار مارسل كولر المدير فاني في اكتساب خبراته الحاجات اللي ساعدته والأسماء اللي ساعدته على اكتساب الخبرات وهرجع كمل تاني مع عشاني خمسمائة تلاتة وعشرين ماتش بستة وسبعين جن سبع بطولات دوري وخمس بطولات كاس وسوبر سويسري لعب مع المنتخب تسعة وخمسين ماتش وجاب تلات جوان لعب ماتشات كبيرة جدا مع نديف المسابقات الأوروبية اتمرن على إيد مدربين تقال قوي أكسبو خبرات كبيرة خمس مدربين ألمان مدرب سويسري مدرب سربي مدرب تشيكي مدرب هولندي وفي المنتخب مع مدرب ألماني لو أقولش تلكي مدرب إنجليزي اللي هو روي هوتسون ومدرب برتغالي اللي هو أرثر جورج كمية خبرات كبيرة جدا خدها من كم المدربين دول لكن برضو سبعتاشر سنة كانت مسيرة عظيمة في الإصابات تلات تمزقات في الأنكل عمليتين في وطر أكيلس عمليتين في وطر العدلة الربعية في الفخد الشمال كسر مضعف في القصبة وكسر في الشازية كسر في مناخير وارتجاج شل حتة من غدروف الرجبة ورباط الصليبي عملية ومسامير وتصحيح مصار في الرجل السفلية مسيرة عظيمة كلاعب ومسيرة عظيمة في الإصابات برضو علمته صبر كتير جدا واكتسب خبرات عظيمة ونهى حياته كلعيب وهيبتدي يشوف حياته كمدرب ده فيما يتعلق بالخبرات والأسماء الكبيرة كلها أسماء كبيرة على فكرة للي ما يعرفهمش أو كانوا في وقت ملاوات مجموعة من أهم أسماء المديرين الفنين اللي اشتغل معاهم مارس الكولر واللي بالتأكيد سهموا فيه نجاح مشواره كلاعب ثم كمدير فني لكن عايز أكلم برضو على شخصية البطل وأعتقد أنه طول مشواره في كرة القدم سواء كلاعب أو كمدير فني حق كتير من الألقاب والبطولات يا شايد هو أولا هو سبع دوري ماجر سوبر خمسة كاس واحد سوبر ألماني في حتة كده لقطها في النص الراجل اللي اكتشفه روجي بيرجر ده الراجل العجوز قوي يعني الأهم ميزة فيه إنه هو منه عنده 12 سنة حتى يعني بالمصطلح حتى لما جيت ترجمته يقوله إنه هو في الملعب عامل زي التشارت طالع النازل ما يبطلش جري دايما بيزع في زميله مش بيزع يعني بيواجه زميله عنده حتة القيادة منه هو طفل الروح الروح والقيادة تمام وبعدين بطولات كتيرة وبعرف إنه كمان كان بيتم تصعيده دايما بدري من سنة 12 كان بيلاعب مع 14 ومن 14 كان بيلاعب مع 16 ومن 16 كله على الفريق الأول على طول فلا هو طبعا يعني خلي بالك إحنا الدوري السويسري هو مش من أجمة 6-7 بس في الأخير انتهى بطل يعني صحيح بطولة الدوري مع سان جلان السويسري هو هنا انتقل من لعب أكتر من نادي آخر موسم لي كان اللي يضرب النادي كريستان جروس هو ضرب الزمالك هنا كان بيحب يعني كريستان جروس كان بيسك فيه جدا فهو جيب أقاف الآخر قال له هبطل قال له لا أنت أنا محتاج تكمل معاه فهو بيحب النادي قال له تمام كمل معاه نص موسم جاله إصابة تانية فوتر أكيليس فآخر موسم 96-97 اشتغل معاه مساعدة 6 شهور وقراح للإدارة كان لقد قررانه يبطل كورا خلاص كان 37 سنة نشوفت تاريخ إصابات يعني لا 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 رهيب رهيب وهو تعلم الصبر من الحاجات دي على الفكرة لا وكمان دي حاجة تعكس انه شخصية عندها الصرار مقاتل جدا مهما تعرض لمواقف صعبة أو يعني فيه لعيب ممكن تبع عنده ربع الإصابات دي قرر يبطل كورا أساسا أو ميقدرش يرجع بنفس القوة ونفس المستوى وصبته اللي جات له وهو 31 سنة دي هو حكى عليها كتير في الكتاب يعني فيه شابتر كامل بيحكي على الإصابة دي اللي قعد فيها سنة ونفس أعد فيها سنة وستة شهور أو سنة وثمان شهور إنه كان بينزل يتمرن في التلج على ارتفاع 30 سنطي علشان يقوّل عضلات بيقول لك كان بيرجع عينه ملتهبة من كتر يعني البخار اللي طالع من التلج وكان بيقعد يقول أنا مش هستسلم ولازم أرجع لعب كورا أنا لسه قدر ألعب تاني وبعدين حصله في سن يعني بالنسبة لعيب الكرة في التوقيت اللي كان بيلعب فيه إحنا ابتدينا في آخر 10 أو 15 سنة نسمع العيبة بتقعد 37 و 38 لكن الكلام ده ما كانش موجود زمان ففكرة أن يقعد في الملاعب لغد ده أو تجيله الإصابات دي كلها في سن الـ 31 ويبقى عنده رغبة وإصراره أن يرجع تاني هو كمان تحس أنه هو نهايته كلعيب مسيرته كلعيب أخذ في الآخر مكافأ أنه هو لعب يورو 96 شارك فيها مطشين لعب قدام اسكوتلندا وإنجلترا شارك شوت وشوت وشوية فطبعا دي في مسيرته حاجة كويسة عنده 59 مقشة دولة ليه قصد سان جالين بقى سان جالين هو بدأ راح في الأول نادي صغار اسمه إفسي فيل نادي في شرق سويسرا كده الاستاذ في 6000 مشاجه مسيكهم طلع بيهم على كمة دور الدرجات التانية ما كمنش الموسم جاله بقى نادي سان جالين ده اللي هو نادي كبير في شرق أوروبا في شرق سويسرا في شرق سويسرا نادي آخر مرة كسب الدوري 1914 أول مشواره تدريبي يعتبر ده أكتر أول نادي نص محترف يعني هو راح النادي ده اكتشف أن فيه ولعيبة هنا أصد أقول التايتل بتاع أول مرة مدير فني مارسل كولر مدير فني في إفسي فيل ثم سان جالين راح طبعا لقى لعيبة فيه لعيبة بتروح ما بتروحش للتمرين الصبح يقول لك يجو لي يقول لنا عندي دورات كمبيوتر راح لرئيس النادي قال له لا إحنا محترفين بدأ بقى يشتغل عليهم ويقول لك بقى في الأول كان بيروح هو اللي كان شغال مدرب حراس مرما في الأول عشان ما فيش إمكانيات طبعا سان جالين نادي عريق دارس تاريخهم دارس فرنساء وغاية للمدارس فرنساء يعني هو أمسكهم 98 تمام فطبعا يعني 90 سنة مفيش بطولة ولا ميدالية ولا أي حال خلص فطبعا بقى انه هو يروح يقول لعيبة لا يا جماعة ممكن فكم على اللون في قط اللبس صورة يعني صورة فوتوغرافية لفريق اللي كسب الدوري سنة 1904 طبعا منافسة في الدوري بينافس اتنين مدربين تقال قوي روي هوتسون الإنجليزي وكريستين جروس مدربه طبعا عمل مفاجأة جبارة طبعا في سنجلن هو للأسف عشان الدوري سويسري ملوش روج بس يعني انت لو عايز تقربها لستر سيتي المعجزة بتاعته في 2016 هي سنجلن مع يطلع نادي مغمور محدش مستني منه أي حاجة لايه بيأخذ اللق تعال نشوف معجزة سنجلن ونرجع عشان عندنا حكاياك كتير عن مهاصل كولر سنجلن متصدر الدوري فرق سبع نقاط عن بازل الفريح هيخش يلعب التصفين نهائية لايه متكونة من 8 فرق اول مطش فيهم هيلاع ابندي جراسوبرز النتيقل الاصلي في الستاب بتاعهم الناس كانت بتقول مستحيل في النهائيات هيعدوا اكيد هيخسروا والناس كانت عندها حق بعد نص ساعة بالزبط الجراسوبرز بيتقدم 3-0 كل ركن وقيف برا على الخط شكله محتاس بس الحقيقة انه هو ما كانش محتاسي هادي طبيعة هو شخص هادي جدا محبش يزعع كتير في اللعيبة والمفاجأة ان سانجالن يعمل المنتدى رهيبة ان شارلز اموال مهاجم الغني بتاع ويجيب 3 جوان والمطش يخلص 4-4 في المفاجأة رهيبة الجمهور بيتنطط في المدرجات وبدأت الناس تحس ان سانجالن ممكن يعمل المفاجأة الفريق رغم فروقات المستوى عمال بيكسب وسرية سانجالن بيكسب الدوري بعد غياب 96 سنة مرسل كولر الراجل المغمور بيكسب الدوري مع نادي ما بيكسبش الدوري اصلا وبيأسس لكورة لفريق منظم جدا هيلعب 4 ملشات في نحية الدوري ملشات احتفالية بيروح الناس تعمل لهم ممرات شرفية احتفالات هسترية في المدرجات 30 الف مشجع في الشوارع وحطات القطر كلها الناس لفسها ابيض فاخدر لبس النادي رئيس النادي بيغضب الأحضان كان شي يصدق أبدا ان هو بتعقد مع انه هيكسب الدوري علاقة رهيبة وما بينه وما بين المهاجم الغاني تشارلز أموة واحتفالات في الملعب الهسترية الملعب فيه 11500 مشجع يعني تقريبا 20% من سكان المدينة احتفالات معلم في المدرجات مرسل كولر متشارل على الأعناق لانه عمل معجزة شبه معجزة ليستر سيتي في 2016 مرسل كولر بتفرق كتير جدا مش عارف شادي وفقني رأي بس فكرة انك انت مدير فني لسه في بداية مشوارك حتى لو كنت على فكرة يعني ما بقتنعش أبدا أو ما بربطش أو ما باملش للناس كتير اللعيب اللي كان سوبرستار يبقى بالضرورة مدير فني ناجح والعكس الصحيح كان مرادونا كانت بالزبط كده مرادونا صحيح مرادونا وفيه اللعيبة تبقى في المبعب طول مشوارها اللعيبة عادية جدا تخرج تلاقي حاجة يعني صحيح فمحدش بيبعارف ربنا مرتبها ازاي لكن انك انت تبقى في بداية مشوارك تمدير فني في كل الظروف اللي انت بتتكلم عليها دي ظروف كتير من الناس ما تفكرش تراهن على فكرة انها تروح للتتويج مرة واحدة وممكن يقولك هشتغل موسم اثنين التالت تعالى نفكر في الطور ففكرة انه يبقى فيه امكانيات قليلة نادي ما عندوش تاريخ او رصيد من البطولات لعيبة زي ما انت كنت بتحكي ما عندهاش طموح انها تحقق حاجة وانا اجي استلم المسؤولية اعمل النقلة دي هالي انه صاحب كريدت او فضل كبير جدا طبعا انا بس اقولي حاجة بسرعة حتى انا مقلتهمش في الحلقة يعني هو اساسا رئيس النادي هو بيجيبه تمام انت مدارب كويس بس هو اصلا مش عايز بنك حاجة اه يعني مش اتفكر في حاجة اولا جاب معاه لعيد من غاني كان بيضربه في الفريل اللي قبل اللي ظهر معابي يحضره بعد الراجل دا ليه قصة انا اصلا يعني اعتتبعها الغاني دا هموته يعني الراجل انا بتفرج على الهداف جامد اوي الراجل دا قبل مارسل كولر كان اللعب عادي جدا اتمرم مع مارسل كولر سنتين طلع حدافة داوري تمام حدافة داوري سويس اه طبعا دي اصلا حاجة صعبة يعني مشي بقى كولر بعقول انه دي شتوم جراتس النمساوي ب4 مليون و300 ألف يورو شتوم جراتس النمساوي عمره ما باع لعيد بالرقم ده ولحد اللحظة اللي احنا فيها دي ما باعش لعيد بالرقم ده كل ده بسبب التطوير العمل كولر مشي بقى راح فشل في كل الاماكن وسنة 2013 كان بيشتغل موظف في مصنع نفس اللعب نفس اللعب فتخيل هو عمل يعني هو عمل حاجة عمل لعيبة في حرس المرمى اسمه خرخشتيل ده سويسري خلاه لعب يورو 2004 مع سويسرا بعد كده يعني تطوير فردي هو شغال كويس اي وده حسنا الموسم ده ده قوي مع الاجب جدا يعني في لعيبة كتير قوي كل الناس حست انه الموسم ده افضل موسم ده عرغم انهما كانوا في اوقات كتير جدا متقلقين وكانوا بس ثبات المستوى بس فكرة انه لا مش بس ثبات المستوى انك تحس انه اللعب ده وصل لأفضل فرما لي مع الاهلي الموسم ده ما احنا عارفين انه في لعيبة كتير قوي بالنسبة لمحمد هاني مثلا عارفين انه هاني امكاناته قوي لكن السنة دي تحس انه افضل موسم لهاني مع نادي الاهلي الشحات ناس كتير جدا انتقولك افضل موسم للشحات مع الاهلي برسيتاو برسيتاو نفس الحكاية حمدي فتحي نفس الحكاية ولعيبة كتير يعني مش بس اللعيبة دي لكن في طفرة على مستوى الفردي كان لها تأثير برضو عند الجمهور الجمهور عنده سنسرس كده شادي حسيت انه كورت الاهلي سيبك من قصة البطولات الكلامكش على انه بينجح في الطولة او بيجيب لقب او ما بيجيبش لكن انا بحكم الموديل الفاني نمرى واحد بالنسبة لك الجمهور برضو دي حاجة اساسية جمهور الاهلي يعني انه انا شايف الاهلي بجد ولا شايف فرقة بتجيب بطولاته خلاص يعني هو يكفي الرضا التام بعد كاس العالم الانداو انت خسرنا 4-4-4-1 صحيح انا كنت فرحان جدا لان انا طبيعي اخسر من ريال مدريدي مظبوط انا بلاعي بريال مدريدي وراح اهجمك ووضع فرص لو زعلت انك انت كنت قريب انك انت تعمل دي تلاتة وتسسين اتنين واحد صح انا ما عندك حق زي المعجزة دي في معجزة تانية كلمت عليها يا معجزة الفوز على تشيلسي الانجليزي دي بقى يعني دي اصعب كمان اه ان هما بدأوا في اللعب الشامبيونز ليج خسروا من جالتا سراي 4-3 واصلا جيل جالتا سراي ده في نفس السنة اخذ اليوفا كوب اخيرها اوكي تلعب الشامبيونز ليج راحل اليوفا كوب لكن هو خسر من جالتا سراي راحل اليوفا كوب راعب تشيلسي اوكي يعني محاضرة مارس الكولر اللعيبة دي تدرس ان انت يعني طبعا هنا ما شفتش بس من اللي قرأته تشيلسي في التوقيت ايه فيالي وديانف بانكو زولا زولا كوديتشي حريس المرمى بوباسكو اللي هو جورج بوباسكو اي جوستفو فوي فرقة تيلة جدا تتفرج على الماتشين انا تفرجت على موظم الماتشين تشيلسي عادي لأ سنجلن على ملعبه ومسك تشيلسي قطعهم والنتيجة بتاعت المباراة انتهت ايه خسر واحد سفر في انجلترا وكسب اثنين سفر في سويسرا اه فطبعا دي اللي نقل اتبقى مارس الكولر حتة تانية خالص والصحف كلمت عليه جامد اوي هناك في اوروبا كلها يعني دي حاجة لازم نشوفها اه لذيذة اول نشوف مع وجهزة الفوز على تشيلسي بعتولته من فريق سانجلن تحت قيادة مارس الكولر نشوف واتمنى ان مستر مارس الكولر يكون مستغل فترة الرحة ويتفرج علينا النهاردة نعم اول ماتش هيلعبه نادي جالة سراي التركي خسروا في مجموعة ماتشين اربعة ثلاثة وعملوا اداة كويس جدا وهو كان زعلان لانه كان حاسس انهم ممكن يكملوا لكن القرعة وقعتهم انهم هيلعبوا في الوافا كاب قدام تشيلسي الماتش الاولاني في انجلترا خسروا واحد صفر بس فماتش العودة مارس الكولر عمل محاضرة كويه جدا للعيبة وقال لهم بصوا احنا 11 وهم 11 هم مش يحصل منكم في حاجة انزلوا ورواهم احنا هنعمل ايه لما كذبوا الدوري كان معلق لهم في قط اللبس صورة للنادي لما كذبوا الدوري سنة 1904 عشان دايما نحفزوا من ده ممكن يحصل وحصل فعلا في 28 سبتمبر 2000 سانجالن السويسر يكسى بتشيلسي 2-0 في معجزة مابتحصلش اصلا في سويسرا سانجالن بيتكتب اسمه في كل عنوين الكرة العالمية مارس الكولر بيعمل تاريخ مع نادي صغير جدا محدش يسمع عنه حاجة كمل معاهم بقية الموسم وطلعوا 3 الدوري كانت رحلته هتخلص مع سانجالن ولازم يروح نادي تاني الناس كان بتحبه هناك جدا وكان مؤثر قوي قوي بالذات مع تشارلز امواه اللي بسببه العدة تباع لنادي شتون جراتسن بساوب 4 مليون يورو وده سعر عمر ما النادي ده بيع بيه لعيب قبل كده وكل ده بسبب التطوير اللي عمل وفيه مارس الكولر الجرايط بعد انجازاته مع سانجالن كان بتتكلم عليه كويس قوي وكانوا بيقولوا عليه ان هو شخص هادي ما بيزعقش وما بيشتمش وما بيعملش ايئة حاجة راجل قائد بارع جدا في الكيادة اللي اللعيبة اللعيبة بتحبه يشتمل كويس على التكتيكات وعالصفات الشخصية وعلى وصفهم شخص بيعرف يستخدم صفات العدائين الفرديين وبيتكلموا ان هم خلوا مدينة سانجالن اللي هيب بتابعش كرة اصلا فجأة سانجالن في محطات الكتار في زيوريخ سانجالن في انجلترا سانجالن في اسطنبول سانجالن في كل حتة في العالم مارس الكولر الهادئ البارع القائد الذي جعل المدينة الهادئة في ضوضاغ عارمة بتهيالي انه ممكن لو انت بتفكر بشكل تقليدي شوية ممكن ديبقى تقييمك لمارس الكولر حتى رغم الانجازات يعني في عوقات كتير كدا وارد في كرة القدم كل شيء وارد والمفاجأات واردة وانه فريق زي سانجالن يفوز على فريق شلسي ممكن تحصل لكن لما تيجي تبص او تحاول تقول انه الكرة في سويسرا مش متقدمة قوي او انه سويسرا مش دولة عظمة طيب ما تيجي نبص على النقلة النوعية وانتقال مارس الكولر من سويسرا لألمانيا وألمانيا يعني البونزليجا وألمانيا يعني مستوى منافسة وامكانيات من مستوى تاني مختلف بس قبل ما اتكلم او لخص معك تجربته في ألمانيا لو تفتكروا كان فيه لعيب في منتخب ألمانيا كان اسمه بودولسكي لعيب كان مهم جدا اعتقد كان بلبس نمر عشرة ونمر عشرة في منتخب ألمانيا يعني لعيب من عيار التقيل يعني اعلقة مارس الكولر ببودولسكي ابتدت ازاي وتفاصيلها ايه؟ هو بعد ما ساب سان جالين جاله عرض من النادي الأصلي بقى اللي بيحبه راح تقربهم واخب معهم الدوري وكسب كريستين جراص تین طبيعيا لأنه جراس هوبرز هو نادي يعني بس ايه مثلا نيو شاتل جراس هوبرز جراس هوبرز نيو شاتل وجزل وجزل 재اطي سلاح وعمر جابر وحمد هذه الانديلة القيمة انا مباركز او في فترته في جراس هوبرز هي كسب الدوري بس ما كانتش تحديات قوي يعني عنده إمكانيات عنده بمهرية جالوا عرض من كولين وده أصلا عمل ألبان هناك انتوا رحين تجيبوا مدرب سويسري إزاي إزاي في ألمانيا ألمانيا بتتعامل مع سويسرا على السن ده يعني دونجريد مدرب سويسري وحيد جيه في تاريخ الدوري الألماني مسك فرقتين وهبط بيهم فاللي هو يا أصلا صمعت الدوري المدرب السويسري في ألمانيا ضائعة يعني راح كولين مسك بعد حوالي 19 أسابيع كان الفريق أصلا في المركز القبل الأخير كولين مش نادي غني فما فيش موارد راح في الأول هب لازل من قطاع الناشئين شاف ولد عنده 17 سنة ونص هتا بقى مهرط شوية اجتماعي أنه هو زي ما بيقولك بيعرف يتعامل مع المهاجرين بودولوسكي أصلا من أصل بولندي ايو وهو أصلا كان عايش مع مهاجرين وكده فاحتضانه وقال له أنت يعني أنا شايفك أنت معي بودولوسكي لما عدت قرق بيقولي إيه بيقولك أنا أصلا لو كان حد قالي هتطلع تتمرم مع الفريق الأول وجدش أصدقه واحد جاي بيقولي أنت معايا الماتشي اللي جاي أساسي نزل مع الماتشين لعب قدام بيرن وجاب جون لعب معايا 19 ماتشي جاب 10 تجوان ومن اليوم ده بودولوسكي داخل المنتخب فبودولوسكي بالنسبة له يعني أنا هقول معلومة أنا مش قادر أوسطها بس أنا اتقالت لي من كذا حد أنا مستر مارسل كولر لما أجي مصر بودولوسكي كان مبطل بقيله سنة وشوية قال لهم أنا مستعد درجع ألعب كورة تاني وارجع ألعب مع كولر في الأهلي بس أنا المعلومة لكن أنا سمعتها من كذا حد فهبط بكلن بس هو كان أصلا رايح والمريض بيموت يعني بس كولن مش أو كولون مش تجربته الوحيدة كمين السمرة في ألمانيا بس هو حدت كولن دي اتعلم منها حدت شوية ان هي الصحافة هناك مسكيته وبهدلته لان هو مش من نوع البيدي أخبار للصحفيين والصحافة في ألمانيا لو ما ديتنيش أخبار ههجمك وبالزبط فهو كان فيها هجوم عليه في الصحافة وهجوم من الجماهير والوضع كان صعب جد بس اللي خليك تستغرب وده اللي خلاني برضو يعني فكرت طب هو هبط بكلن ليه راح بوخم لي يجيلو عرض من بوخم هو بوخم كان في الدرجة التانية بس هو بيقول في الكتاب بتاعه يعني إمكانياتهم أقل من كل أول موسم وفي حد ممكن يقولك أنا أحب ألعب دايما في المضمون يعني أنا جيت هنا لقيت الدنيا مش ماشية طب أنا أرجع سويسرا أمسك ناتي كبير وأفوز ببطولات لكن واضح إنه قرر إنه المغامرة تستمر يعني فكرة إنه في شخص كده دايما عنده الرغبة في إثبات الزيت يعني حتى مهما وجهتك عقبات لأنا عندي حاجة عايزة أثبتها أو حاجة عايزة أوصلها أو حاول أن أصلها مهما كانت الحاجات اللي ماشية ضد الطيار هو الصحفي أصلا سأله في الكتاب بتاعه هو أنت بتحب الأندية الضعيفة قال له أنا اتظلمت في فترة كولين ما عبرتش عن نفسي فقلت أنا لازم أثبت نفسي في الثانية رغم أنها في الدرجة الثانية بخهم بعد أول موسم صعدوا على طول الدور الدرجة الأولى ونهى الدوري يعني هو خلص الدوري قبل نهايته الخمس عسابية كان صعد فتأثيره طبعا في بخهم بسرعة جدا وده يوريك أن الناس أكيد اللي بتفهم هناك كورو شايف أنه هو حتى مع كولين كان ليه تأثير يعني طب خلينا نشوف الأول قصته مع فودولسكي وبعد كده نشوف قصته بقى في الدوري الألماني سواء مع كولين أو مع فريق بخهم تعالوا نشوف مارسل كولر في فترة رائعان الشباب طبعا لسه كنت بكلمة أنا وشادي صغير طبعا في أغرب الشطات واعتقد أن احنا رجعنا له كده لحظات نستالجية كبيرة جدا لتاريخه سواء كلاعب أو مدرب تعالوا نشوف مرحلة ألمانيا مع مارسل كولر كولر نزل كطاع نشئين وبص على لعيب هناك ما كمشي 18 سنة لوقاس بودولسكي لعيب مههوب جدا جابه قط اللبس قال له بص انت لعيب كويس ركز معي هاخدك معي وهتلعب وهتبقى لعيب كويس بس لازم تنزل الملعب وتدرب نار لازم توريني انت هتعمل ايه بودولسكي بيحكي انه مكانش يحلم ابدا انه هيروح يلعب في فريق الاول اصلا وينزل مطش اساسي بعد تاني مطش الكولر ودولسكي في الملعب بيتعادل مع بار ميونخ برا ملعبهم اثنين اثنين الناس كانت مش بيصدق اللي بيحصل لكن طبعا في ذل الظروف الصعبة دي من مارس لابريل ست هزايم وفي اخر ابريل لمايو ست هزايم كولن للدرجة التانية ويلكم ان ان دوتشلاند هير كولر ويلكم مستر كولر في ألمانيا ألمانيا غير سويسرا خالص كولر لما حكى عن الموضوع ده كان ناس بتسأله انت ايه اللي حصل لك في كولن قال انا من اول يوم رحت الناس هناك ان كانش بترحمني وكان فيه عنوان كبير في الصحافة الجبن السويسري لماذا نحتاجه انت جاي هنا تعمل ايه حاول يفرد سرية على التدريبات واعمل انتظام وانضباط الناس هناك انش عجبها النظام ده الصحافة حطت صور الطفل صغير ماسك الصور وبيقولوا ان كولر حرمه من الكرة اللي بيحبها في عالم التدريب طبعا هو تجربة بوخم انا بالنسبالي هي تجربة نجحة هو ادرب اربع سنين وثلاث شهور تقريبا حقق احسن تالت احسن مركز في تاريخ بوخم انا ليه بس اعلك السؤال ده لانه في نقلة نوعية تانية حصلت له بعد المانيا يعني من مدرب بطولات او هندية كبيرة في سويسرا لمدرب اندية ممكن تبقى مش بتنافس او مش من اندية المقدمة في المانيا لكن بعدها في نقلة منتخبات هجي لها كمان شوية فدي برضو في حد ذاتها لازم تخليك تقولك ليه ممكن منتخب يراهن على اسم زي مارسل كولر في التوقيت ده او في المرحلة دي من مشواره كمدير فاني يعني فيه تريكا كده هقولها برضو قالها هو اتكلم عليها هو كان مشكلته في المانيا الاساسية هو كولر زي ما اتشاف كده راجل مؤدب اوي يعني ما ومسويسرين كده رهيب صوت عالي وتلاقي ثقافة بحر متوسط بحر متوسط الألمان تلاقيهم جد جدا بس نشفين جدا يعني هو يعني زي في المانيا بيتعامله مع ان انت اقلم اننا ككورة تمام وطبعا بيلعب مع اندية ما بيتعملش نتاج رهيبة فطبعا الهجوم بيبقى اسهل يعني ورغم ذلك هو عمل انجاز كبير في بخم اصلا هو التاني موسم ليه بدأ الموسم بنتاج وحشة جدا ورغم ذه هو استمر مع بوخم بعد ما طلعه للدوري البوندزليجا يعني هو اول موسم ليه في البوندزليجا في الاعتمن الدوري رغم ايه؟ رغم ان هو اول سبعة منشاط خزر منه بخمسة لكن هو كان عنده هو فايتر شخصية محاربة كده وبعدين طلب ثلاث تدعيمات قالوا امه الكزوني احسن حاجة فيه لفت اتنظري في فترة بوخم الراجل ده مرن جدا 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 يعني هو فاهم ان ظروف النادي ده اصلا قدرت تعمل تقييم بمناسبة التدعيمات قدرت تعمل تقييم على التركيبة اللي بيدور عليها او الموصفات ساعمت مارس الكولير كمدير فني انو بيميقى محتاجها في اللعب يعني بيميل اكتر للعيبة المهارية ويميل اكتر للعيبة اللى عندهم لقعة بدineseة عالية بيميل اكتر للعيبة المنضبطة تكتكان اللى هية بتنفيس تعليماته او الادوار اللى بيدهلها في الملعب هو يحب اوي يحب اوي يحب اوي مدير فاني طبعا هيبعاز الكوكتيل ده بس يعني هو برضو انضبط لي اقوى بدانية انضبط يحب اللعيب اللي بيلع في كذا مركز دي بالنسبة له يعني اهم حاجة يعني انا من التشكيلات من التشكيلات منتخب النمسا وبوخم كنت باعد رجع التشكيلات كده عام انت لغبطيني يعني الراجل ده كان ديفندر هو عار لغبطني شوية في نص الموسم برضو كده ده ديفندر مرة باكليفت مرة مساك انت مش فاهم هو عمال بس ده مدرب عند رؤية وعارف الامكانيات فهو تاني موسم مين مع بوخم طلع تامن الدوري وده تالت احسن نتيجة ليهم وطيبقى المفاجأ انا حتى كنت قلتها في الحلقة راح جاب مهاجم محد يش اسمع عنه حاجة خالص من الدوري اليوناني اسمه ثيوفانس جيكاس لعيب ساعتها يعتبر مكانش دولي يعني اول موسم ليه خدوا اعارة خليها هدف الدوري 25 جون هدف الدوري البوندس ليجا 25 جون لما دخلت قعدت شوية ابحث عن اللعيب ده واسمع هو بيقولي عن كولر اتمر مع كولر سنة واحدة بس بيحب كولر جدا 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 وبيقولي ان كولر كان دايما يقوله انت لايف انشورنس يعني انت تأمين على الحياة يعني انت طول ما انت معايا انا بعرف اجيبي جوان وديه حتة نفسية يعني زي ما كان بيقول على علي معلول عامل زي المكان القديم لازم تتعامله بطرقية معينة هو يعني اسلوبه حتى في الكلام كيسوا بيستخدم مصطلحات بسيطة وبتوصل فلا هو عامل انجاز كبير في بخل طبع لا هو فكرة انه كمان انت تبقى جاي تشتغل في افريقيا جاي من اوروبا عموما يعني ودي اول تجربة تاخدها في افريقيا اللي اشتغل في افريقيا الى حد كبير جدا مستوعب التجربة يروح من نادي النادي لكن هو فاهم الثقافة هنا عاملة زي لكن انك انت تنجح انك انت تعمل الربطة دي وان اللاعبة كلها تبقى الليدر الشاطر هو اللي تحت منه يبقى بيحبه وعايزه عايز يساعده اكتر من ما يكون خاف منه وخاف من عقابه فتحس انه العلاقة بين بين كولر وبين الاورات اللي اتخلقت فاول موسم الراجل جاي بثقافة مختلفة تماما ثقافتنا جايش تغل في افريقيا الاول مرة مش فاهم طبيعة القارة مش فاهم طبيعة المنافسة اكاد اشكه مهما قالوله عن النادي الاهلي ما كانش فاهم يعني ايه اهلي ويعني ايه جماهرية ويعني ايه تاريخ وبطولات انه ينجح في انه يعمل الربطة دي ده شيء طبعا يحسب لكولر قبل ما اكلمك على ما بتهالي مرحلته مع بوخهم هي اللي مهدت لمرحلة كهداة فانية للمنتخبات او العروض اللي جات لكم وكانت مهمة ليه كمان في حاجات لانه هو في فتر بوخهم دي في اخيرها اتعرف اتعرف على وكيل اعماله اسمه دينو لمبرتي ايطالي ايطالي الراجل ده هو يمكن انا شايف ان ده فرق جدا في مسيرته كان مدرب لانه كان بيقوله انت مشكلتك الاساسية ان انت ما عندكش علاقة مع الناس فالصحافة استبحتك يعني فلازم انت يبقى ليك طريقة تغير في الطريقة دي ولازم توري الناس استخدم الفيسبوك بتاعك تقول الناس اخبارك ما تخليش الصحافة هي اللي تتكلم انت تتكلم انت اظهر فدي فرقة معاه قوي يعني طيب دلوح نفتكر مرحلة ما قبل النقلة بقى النوعية لانه بتهالي اتلقى عرض بعد كده من منتخب سويسرا واشتغل في النمسا والنمسا دي اللي بتهيألي طبعا من النقلة الكبيرة جدا في مشوار مارسل كولر التدريبي تعالي نشوف تاريخه او مشواره او نقطة التحول في مشواره التدريبي مع بوخم الالماني والانجاز اللي حقا معاه وبعد كده نرجع نتكلم على مرحلة المنتخبات في مشوار مارسل مارتن كولر كانت امكانيات النادي ان هو بيحاول دايما يجيب لعيبة فري او لعيبة بأتمنق ليلة ان دي امكانياته بدع الموسم خمس هزائم تعادل وفوز في المركز قبل الاخير خسر ماتش من بريمن ستة صفر لكن كان بيحاول يشتغل بكل اللي يقدر عليهم على اللعيبة في الاسبوع التلاتاشر يعمل ماتش كويس جدا جدا بذكريات ماتشو مع سان جالن الفريق الخسران 3-0 قدر يكسب فرانكفورت 4-3 ودي كان ازاي ان هو عايز يقول للناس انا باي امكانيات عرف اشتغل بس لازم تساعدوني نهى الدور الاولاني في المركز الاربعتاشر وبعد عن المركز الجود بثلات نقط راح للإدارة اللي هم اتصرفوا انا عايز لعيبة كل ارمو من ميزاته ان عينه كويسة ناقة ثلاث لعيبة حارس مرمى اسمه يورزلاف دروبني جابه من الدول الإنجليزي مدافع جزائري بيلعب في نيس اسمه عنط ريحية ومهاجم كاميروني اسمه إيباليه زود بيت تشكيلة اللي كان شغال بيها كان جاي بمهاجم يوناني اسمه ثيوفانس جيكاس كان جابه من اليونان محدش عارفه خالص مع اتنين لعيبة في النص توماس الزيبل البولندي وماسيموفيتش السربي وهيبدأ يعمل تاريخ مع نادي بوخم الدور الثاني الاداء بيرتفع من ماتش الماتش اخر تسع ماتشاط ستة فوز منهم اربعة فوز برا ملعبه ودي اول مرة تحصل في تاريخ نادي بوخم كله الفوز على بروسيا دورتموند وشالكا اللي هم الناديين الأكبر في المدينة في نهاية الدوري بوخم في المركز الثامن كالثالث احسن ترتيب في تاريخ النادي كله بوخم عملهاش قبل كده ارتلق مرات بس منهم مرة مع مارسل كولر والمفاجأة الكبيرة ان اللعيب اللي اشترى من اليونان كيوفانيس جيكاس هدف الدور براسيت 25 جود تخيل معايا ان هو كان اخذ التاريخ مدي من اول موسم كان عادي ممكن يطلع من اول اثنين او ثلاثة في الدور من مشواره في المانيا بتهيالي كانت نقلة نوعية على مستوى المسيرة بتاعت كولر المدير الفني لان بتهيالي النجاحه في المانيا شادي ساهم في فكرة انه فيه منتخبات تبتدي تطرح اسم مارسل كولر منها منتخب الوطني طبعا منتخب سويسرا اللي عرض او قدم عرض للمارسل كولر عشان يتولى مسؤولية المنتخب بس انا عندي هنا بس تفصيلة صغيرة وعلى فكرة سويسرا مستعانيتش بيه في الاول هو اللي حصل ان هو بعد ما خلص مع بوخهم اربع سنين وشوية هو اللي راح قالوهم انا خلاص مني انا حاسس ان اللعيبة يعني محتاج وش تاني واماناتا مني انا خلاص مش عايز اكمل عاعد سنتين كان بيرفض عروض كتير جدا عاعد بقى زي استراحة محارب كده عمل بيراجع بقى كل اللي فات كان بيعمل كورسات نفسية ويذاكر تكتيكات جديدة كان بيروحي احترماتشات في الدولة الالماني والايطالي والسويسري ويشوف ايه التطور وبيدرس علم نفسه وحاجات زي كده عشان يطور من نفسه رغم ان انت ممكن تفكر انت هتطور في نفسك ايه عم انت غيرت بتترب في البوندس ليجا فجاله عرض منتخب بالنمسا ده انا انا قريت فاصلي كامل في الكتاب رئيس البتحدي المساوي بيقول عليه ايه انا زهلت ده عرض منتخب بالنمسا جاله قبل منتخب سويسرا خالص انا زهلت الراجل بيتكلم عليه ازاي الراجل بيقول ايه انا ام ومنتخب معلش منتخب النمسا فكر في اسم مارسل كولر رغم ان في الوقت ده مكانش بيتولى تدريب ولا منتخب قبل كده لا منتخب ولا نادي ولا نادي كبير يعني موجراس هوبرز برضو ايه ما تبروش نادي مصنف في اوروبا يعني الراجل عمل معايا مقابلة في المطار مطار فينة الراجل يجيب يقولك بريزنتيشن عالمية مغطي كل حاجة كان فيه 18 اسم محطوطين هفجأك مثلا ان كان فيهم اسم من ال 18 مرشحين مرشحين هانس لاجر باك مدرب السويد ونيجيريا درب في اتنين كاس عالم طبيعي انا اختر الناس الخبرة رئيس الاتحاد بيقولك انا عادت معاه كل المدربين اللي كنت باجيبهم معهم انترفيو الناس يقعد يكلمني عن ماضيه كولر الوحيد اللي مكلميش عن ماضيه يكلمني عن اللي جاي جاهز له خطة لحد وبعدين مذاكر مذاكر سويسرا النمسا عاملة ازاي من جوه فيه مشروع كانت عاملها النمسا اصلا مشروع ده ان هما يحاولوا يسعدوا يورو 2016 جاي له فرد ورقه مذاكر اللعيبة كلها النمسا اللي نعرفه منها رابد فيينا تيرول اعتقد كمان رابد فيينا وشتونجراتس وشتونجراتس و تيرول اعتقد تيرول في لعيبة مصرية عبدالسلطار صبر فالراجل جاله زهول يعني من 18 اسم دخل التصفية في ثلاث اسماء الاثنين التانيين اتنين نمساويين ومنهم واحد كان نجم كبير جدا في منتخب النمسا ومنتخب التاريخي بتاعهم ده في 78 لانا كنت متكلم عليها في الفيديو فالرئيس التحكى مبسوط بي جدا مدير رياضي بيقول ده راجل منظم وجاي وقال لنا كل حاجة وقال لنا عيوبكو ايه اللعيبة ما بتركزش اخر ربع ساعة ما فيش انضبط اللعيبة ما عندهش الروح الوطنية اصلا رغم ان هو مش نمساوي يعني فانا انا فجئت بان هما بيتكلم عليه ازاي كده يعني طيب انا عايز اقاف مع النمسا دي لانه لما انت تيجي تقولي انا طبعا مش سبع كراف نمسا بصراحة ومنتخب النمسا باستثناء قلبة معرفش منه او دي بتقلبة هول معرفش منه حد يعني لكن في النهاية لما تيجي تقولي ان منتخب مدير فني جيمسك منتخب جابهم السبعة وسبعين خلاني امرأة عشرة لازم اقاف مع التجريب اقول ازاي عمل ده بس قبل ده عايز افهم بس سريعا ايه قصة العرض بتاع منتخب سويسرا هو مضى عقده في اخر 2011 مع منتخب النمسا معهم سنتين ونص عمل تصفيات مقبولة جدا بتاع الكاس علم خسرها في تفاصيل بسيطة جدا مع السويد تمام فجاله بعد كده عرض من منتخب سويسرا انه ينسك المنتخب بعد كاس العلم 2014 طيب خلينا نشوف عرض منتخب سويسرا وارجع اشوف ازاي عمل يعني مشوار بقى نمسا ده هو خد المسئولية ازاي عمل اخدهم السبعة وسبعين لعشرة دي مش نقلنا دي طفرة في بلد اعتبر مش من الدول القوية على مستوى كورة القدم لا على المستوى لاندي ولا منتخبات بس تعالوا نشوف قصة عرض سويسرا دي ونرجع نكلم على مرحلة النمسا بعد نهاية التصفيات والاداء العالي اللي هو كان عامله جدا يجيله عرض من بلده من منتخب سويسرا رئيس الاتحاد السويسري كان نائب رئيس نادي سان جالن لما هو كان بدربهم زمان ويا سلام لما تبقى خليفة اوتمر هيتسفيلد في منتخب سويسرا منتخب سويسرا بعد كاس العلم 2014 عايز مرسل كولر كولر كان في حيرة جديدة جدا ودخل في صراعة نفسي وبيقول ان انا كتلعطفة غالب علي بدأ يطلع كلام في الصحافة النمساوية ان هو خاين لكن هو اقعب مع رئيس الاتحاد هناك في سويسرا وقال له انا اتعلمت الفضائل السويسرية انا عامل زي الساعة السويسري العقارب بتاعتي مفاش تطلع براها انا راجل منضبط انا عندي شغل في النمسا ما كملتوش انا حبيتهم هناك وحبيت العيشة والناس هناك بتحبني وانا حاسس ان انا عندي حاجة لسه ما كملتاش واشتغلت سنتين ونص ومحتاج اشتغل اكتر حاملة على فيسبوك في الصفحة بتاعته في يوم واحد جالوا خمسين الف لايك في العيب في المنتخب اسمه ايفان سانشيز قال بالبنت العريق كده لو مشي كلنا هنندم يوجد مرسل كولر الواحد فقط وفي النهاية في اكتوبر 2013 يتمي تجديد عقد مرسل كولر نداء الانضباط والاتزام نداء العاطفة ونداء بلده يجدد عقده مع النمسا لحد يورو 2016 عشان هو ده حلمه ايه قصة جيل 78 اشادي هو لما جي مسك منتخب سويسرا منتخب النمسا منتخب النمسا كان عنده جيل تاريخي سنة 78 كسب المانيا 3-2 في كاس العالم في الارجنتين في بلد اسماه كردوبا فهم حتى بيسموا المنتخب ده دامريكل كردوبا فالفريق ده في اربع العيبة مدربين وفيه غيرهم كتير مدربين فانجلتوا جامل لنا واحد سويسرا طب ما احنا اولاد البلد بقى اولا فطبعا عملوا عليه حفلة جامدة جدا في الصحافة وكان فيه ستوديو كده متجمعين في كلهم على تربيزة واحدة مسكين كولر ده مقطعين منهم بقى واحد اللي هو اسمه كورتيارا ده كان زميله في الملعب اربع سنين ودربه سنة في الجراس هوبرز فحتى لما الناس كابتسأله ده كورتيارا بيقطع فيك ما بيردش يعني هو كله ما بيردش بيرد بالشغل فكتحرب جامدة جدا وبعد كده الناس دي كلها رجعت اعتذرت له كلهم لانه هو عمل تصفيات كويسة اقف كاس العالم طلع التالت بس قدام السويد والمانيا ده طبيعي ايه دخل بعد كده بقى جددوله عقده مطالبات بقى بتجديد العقد وكده دخل على تصفيات يورو 2016 هي دي بقى اللي عمل فيها التفرة الرهيبة بقى قبل اليورو هاف مع اليورو يعني هو بيشتغل جماعي وفردي بس انا انا اكتر حاجة بتاعجبني في الرجل ده التعامل اللي هو الشخصي مع الناس هو كان عنده مثلا نجم الفريق اسمه ماركو ارناتوفيتش ده العيب مشاغب كان عنده مشاكل ونادي وقفه وحاجة زي كده كان بيقول له انا من ايش دعوة الناس بتقول عليك ايه انت معايا هتتتمرن كويس هتسمع كلامي هتشتغل هتشاب التحليل فيديو معايا واقولك تحركاتك ايه لانه ما كانش يمقبول جماهيرين هناك بيضاع فرص كتير فطفر عمالها كبيرة جدا مع ارناتوفيتش كان فيه مهاجب اسمه مارك يانكو ناديم عقبو وما بيلعبوش كان بيقول له نفس الكلام وخلق وكان بيساعد اللعيبة هناك كمان حتى انه يتحسن الكارير بتاعه يعني ما يلعبوا مع المنتخب ويتحسنوا كان بيروحوا ينتقلوا الانديها تانية فاشتغل بصراحة يعني فيه مرضو ملاحظة انا مقلتاش في الفيديو دي مهمة بالنسبة لي اوي اول ماتش كان في الاخر 2011 اول ماتش مع النمسا بعدها بخمس سنين ماتش السعود ضد السويد في ستوكولم كان مستخدم تمن لعيبة من اصل 11 اللي بدأ بيهم اول ماتش يعني خمس سنين متتالية في سكواد اساسي بيلعب معنا ده معناه ايه تفسيرها ايه تفسيرها ان انا مدرب من الاول نظريتي كويسة اصلا انا تمن لعيبة مكملين معايا الرحلة يبقى اذا انا مش بتاع يعني مش بعمل ايه حاجة يعني فلا طبعا طفرة كبيرة جدا اعلان كولور في النامسا يعني رغم انه هو سويسري الناس حبيته جدا هناك كبا انزل في الشارع هياخد سيلفي مع ناس اكتور كوبر كده لما جاء عندنا في مصر اعمل الحالة دي بس مثلا يعني حاجة من الحاجات فيه شابتر كامل في الكتاب راجل مدير اوركاسترا فيينا لمدة 26 سنة بعتلي وجواب بيطلب منه ان انت يجدد عقدك معنا احنا بنحبك وربطة البدلة وربطة الكارفاتة وانت بتعزز الفضاء للنمساوية عندنا السويسرية عندنا في النمسا رئيس الجمهورية طلب منه طلب مباشر انه جدد عقده فيعني هو عمل حاجة كبيرة جدا جدا عمل بقى حاملة اعلانية هناك بيتكلم باللهجة النمساوي طبعا هم بيتكلموا الماني نشوفها بدل ما نعود نشرحها للناس نشوفها بسرعة ونرجع على طول قولور قبل المراحل النهائية في التصيحات بقى نجم الشباك شركة كبيرة عملت معاها حاملة اعلانية جسد فيها شخصية ميكانيكي وشخصية عازف وبيقدر يقول كلام باللغة النمساوية رغم انه صعب شعر الحملة النمسا بيها 8 مليون مدرب اثبت انك الصفقة الافضل وزي ما تحب في النمسا اعتقد متفقين انه كمان يتحب في مصر جمهور الاهلي كنت نسى بقول في حلقة من الحلقات فيه مدربين كتير جدا ما يتنسوش واساطير واسماء هتظل خالدة في الزاكرة للسنين طويلة جدا لكن متقدرش تقول فيه حد فيهم متحب بسرعة كده هالي كولر من سنة اولى اهلي اعتقد سكن في قلوب الاهلاوية طيب اروح بعد كده بقى للصعود اليورو 2016 دي اعرب حاجة احسن انجاز لي انا اقول لك على حاجة ان نمسا عمرها مساعدة يورو بتصفيات عمرها مرة واحدة ساعده لانه هم المنظمين مستضيفة البطولة فان انت تلعب عشر ماتشات تكسب تسعة وتتعادل واحد في تصفيات اليورو ايه والتعادل مع السويد وكان متضايق كمان انه متعادل الماتش ده وفيه ماتش ماتشات في الاخر كانوا خسريني اثنين واحد وكسبوا في اخر ربع ساعة ثلاثة اثنين طلع بعد الماتش عن في اللعبة جامد او في قط اللبس انتوا رجعتوا لزي ما انا قبل ما امسكوا انتوا لازم في انضباط لحد اخر ثانية ايه طبعا ماتش بالنسبة لي ده ماتش مالحمي ليه هو انك ماتش السعود تكسب السويد في استوكهول ماربع واحد استوكهول معاصمة السويد ايه اه اه في ملعبهم يعني ايه في ملعبهم والفرقة فيها زلتان براهوميوبيتش وفرقة خبرة يعني طبعا لا طبعا ماتش كبير جدا انا اتفرجت على الماتش فرقة واقفة كويس قوي لا مش موضوع صدفة يعني فرقة تطورت في اربع سنين معا او خمس سنين بشكل مخيف يعني تطور فردي وجماعي هنا تقدر تقع عليها انه قمة النضج وقمة النجاح في مشوار كولر التدريبي قبل اصوله للقاهير ممكن تقول دي اهم مرحلة او اهم بصمة حقاها كولر مع منتخب النمسا في مشواره التدريبي اوه في كتابه اي الحاجة قال انه لما جاي اختار النمسا قال انه رفضت قروب كتير قوي قبلها انا خلاص فكرة ان تاني امسك نادي معدوش امكانيات صعب فهتديني امكانياتها اشتغل فهو لقى نفسه في النمسا طبعا قصة اليورو والنمسا ومارسل كولر في الفيديو اللي جاي ونرجع نتكلم على الكاركتر خلاصة التجربة خلاصة الشخصية طريقة التفكير طريقة التعامل ثقافة التعامل مع لعبين وبالذات لو من الثقافات مختلفة عن الثقافة الاوروبية زي ما حصل في تجربته في القاهرة باستعالوا نشوف قصة اليورو مع مارسل كولر في 2016 ونرجع لشها دي مرة تانية قبل ماتش السويد اتعزم في استوديو فيه فنان هو اللي بيديره الحوار وحكى عن معاناته في البداية من مدرب بلا اسم زي ما توصف من كورتيارا لأهم سويسري في النمسا ماتش السويد ماتش تاريخي هيتلقى في استوكهولم والماتش ده هو ماتش السعود بعد أربع سنين اللعبة كانت فهمت فلسفة كولر تماما وتجهزه من نفسي والماتش ده هيفضل يوم تاريخي في تاريخ وانتخب النمسا كله الفوز أربعة واحد على السويد في ملعبها وجول بانينكا من ضرب الجزاء من قلابة اللي بيلعف وسط الملعب فرحة تاريخية بعد الماتش كولر لابس تشيرت مكتوب عليها فرنسا نحن قادمون اللعبة شايلة وبترميه فوق فرحة استرية أرناتوفيتش نجمل فرقة بياخد حتة من جلت الملعب يحتفظ بها للتاريخ زي ما روبرت سارا نجمل نمسا في 66 في كاس العالم في ويمبلي أخد حتة برضو من الملعب كولر عمل اللي فشل فيه 12 مدرب نمساوي وصعد ليورو 2016 ودي أول يورو في تاريخ النمسا تصعد فيها بتصفيات لأن في يورو 2008 صعدوا لأنهم الدولة المنظمة ديفيد ألابا بيوصف كولر ان هو زي يوب هينكس وجورديولا اللي بدربوا في بايرن لما ركب الطيارة كان بيمشي ووزع شوكولاته على الناس بابتسامته الهادية الجميلة في الوقتمر الصحفي طلع بخفة الدم بتاعته لابس بورنيتا فرنساوي وعيش باجت فرنساوي في رسالة واضحة بخفة دمه ان احنا راحين نلعب في يورو 2016 لأول مرة في سعود مباشر في تاريخ النمسا أكبر هزيمة للسويد على ملعبها من سنة 58 في كاس العالم لما خسروا قدام البرازيل 5-2 كولر عمال يكسر أرقامه عمال يهزي المدربين روبرت بروهاسكا نجمي النمسا طلع قال أنا أخطأت في حق كولر عمري ما كنت أقدر ألعب أربع لعيبة ما بيش يلعبوا في أندياتهم وينزلوا ويقدوا الأداء ده في آخر ماتشف التصفيات في الملعب احتفالات رهيبة وطلعوا على ستيج كبيرة وكولر احتفل من أول طبخ الفرقة لحد آخر العيب عشر ماتشف التصفيات تسعة فوز وتعادل وعايز أوريك العقلية اللي خلقها مرتين ألمر حارس المرمى بتاع النمسا قاعد 603 دقيقة ما يدخلش فيه ولا جون كاكلين شيت ولما دخل فيه الجون في آخر دقيقة من زلتان إبراهوميفيتش كان زعلان جدا وده يوريك العقلية كتوصل فيه ده جزء بسيط من مشوار كولر المليء بالنجاحات والحقيقة أكد عليها في تجربته مع الأهلي في أول موسم ليه خلينا ناخد من شادي بعد ما عمل حقيقة بحث استقصائي مفصل حقيقة عن مشوار كولر من بدايته في ملاعب الكورة كلاعب ثم كمدير فاني الكاركتر ده لما أجي أقولك عرف لي مارسل كولر شخصيته وطريقة تفكير وطريقة تعامله مع اللاعبين إيه هي أهم السمات اللي بتميزه؟ يعني أنا حتى في الفيديو قلت كده هادي جدا طبعا منظم منضبط عنده مواقف إنسانية كويسة قوي قوي مع اللعيبة قوي زي أن البودوليسكي ابنه اللي اكتشفه ده رحله في المطش المائة بتاعه يحضره مع المنتخب بيتعامل مع اللعيبة يعني في علاقة شخصية غير الكورة بيشتغل بعدل وانا شايفني دي حاجة مهمة جدا جدا بالنسبة لي كانت جسدت في مصطفى شوبير فكرة إنه نهائي أفريقيا اللعيب عمره ملاعب مطش أفريقي واحد خد فرصة خد فرصة طالما أنت جاهز وطالما التاني مش جاهز خلاص أنا كنت في الملعب أنا حسيت إن إحنا نكسب البطولة دي بسبب الكورة دالين دي السلة للكل كلكم زي بعض طالما بتنفذ اللي أنا بقوله فالراجل ده بصراحة أنا شايفه مكسب للأهلي ما كنتش متخيل وأنا بعمل البحث ده إن أنا هاوصل يعني لشخص كده وطبعا يعني الفيديو اللي أنا عملته عليه ده يعني أنا أصلا سعيد إن هو عرفه وشاف أجزاء منه طبعا أتمنى إن هو يمديلي على الكتاب نفسه قبله يعني أنا بس نفسه أقول حاجة أخيرة طبعا يعني أنا مش بعدل على شغل حد ولا حاجة بس يعني طبعا لو حد من الإدارة سمع الفيديو أو إدارة التعاقدات أتمنى إن الإدارة توفره إلى حد ما اللي هو طلبه على قد الإمكانيات أو المجد طب خلينا أنا أتمنى إنها هتوفر له إن شاء الله وبتوفر له ووفرت له جزء من الإمكانيات المطالبة حاجة تانية حاجة تانية حاجة تانية وثالثة أخيرة طب تانية حاجة أنا شايف إن فيه كريدت كبير للإدارة إن هم ستوفرونه المناخ هادي آخر حاجة بقى نفسي الرجل ده السايكل بتاعته طبعا معنا أربع أو خمس سنين إن شاء الله بإذن الله إن شاء الله مقدمة تدعو للتفاقل فيما هو قادم وخصوصا دايما أنا أقول إنه التجربة الأولى أو الحكم الأول على أي مدير فني دايما بيجي من السيزن التاني إنه لا يملك كل الأدوات ويمكن يبقى الموسم الأول موسم استكشافي أكتر منه موسم معجزي صحيح صحيح نتمنى له مزيد من نجاح ويكون بداية الانطلاق مع أهلي العلامة الكاملة بشكرا شادي شكرا جزيلا على وجودك معي وشكرا جزيلا على المجهود الرائع اللي أنت قدمت لنا في المحتوى الصادر على مارسل كولر كواحد من المدربين اللي أعتقد هيسيبه بصمة كبيرة جدا مش بس في الأهلي لكن على الكرة المصرية شرفتنا وشكرا لكم شكرا على المتابعة بكرة حلقة جديدة والسادسة استنونا والإزبوع ده عنوانه أهلي وزمالك الخميس القادم تحية لكم